ريفر بليت بيحقق الفوز على فريق هونتلر الياباني طبعا بعد ما تم اقصاءه من فريق العين بضربات الجزاء بيفوز على فريق هونتلر الياباني بربعية وبالتالي فريق ريفر بليت يعني عمل اللي عليه جي كده في 3 اربعة ايام خسر مباراة وكسب التانية انا شايف ان انظام البطولة محتاج ان يكون في تعديل افضل من كده علشان يكون عادل بالنسبة للاندية المشاركة كلها مفيش فريق يجي من اوروبا يلعب لموتشين وياخد البطولة فريق تاني يجي من امريكا الجنوبية يلعب لموتشين وياخد مركز ثالث والاندية التانية تتطحن علشان تحاول تاخد ثالث او رابع او خامس او سادس او سابع لكن هنشوف ايه اللي ممكن الفيفا يعمله في العوام القادمة طيب الخبر اللي بعد كده كنا تكلدنا فيه مبارح وقلنا ان جماهير هادرس فيلد تطالب المدير الفني بمشاركة رمضان صبحي في لقاء صاثامتم فعلا المدير الفني يعني استجاب لرغبات الجماهير وخرج رمضان صبحي خالص من القيمة واستبعده يعني حتى مش موجود على مقاعد المدلاء لا ده كمان خرجوا برا خالص وبالتالي شكل يعني واضح ان الموضوع بين رمضان صبحي وبين المدير الفني لهادرس فيلد ان فيه مشاكل او فيه حاجة مش مفهومة على شهر رمضان صبحي يعني اعتقد ان وضع الفرق الحالي هو يعني زي ما بنقول بلغة الكرة في افا اي حاجة ان هي تنقذه من الموقف اللي هو فيه لكن انا يعني عدم الشوك رمضان صبحي حتى ان هو يجرب ويشوف ايه اللي ممكن يحصل طب هل ممكن رمضان يفيد وهل ممكن يكون عنصر من العناصر القوية اللي تساهم وتساعد فريق هادرس فيد من الخروج من المأزق اللي هما فيه ومن سوء الاداء ومن سوء نتائج هما على بعض خطوات من المراكز الاخيرة هما في قاعد دوري ممكن بنسبة 50% يهبطوا الى الشامبينشيب دوري درجة لكن هنشوف ايه اللي ممكن رمضان صبحي عامله اكيد كل ناس عارفة ايه اللي بيحصل وايه اللي بيدور حوالين عودة رمضان صبحي الى مصر من عدمها هل في فعلا عروض من ايطاليا لرمضان كل ده هنعرفه خلال الفترة القادمة ما فيش غير اتنين يعرفه هو رمضان صبحي ووكيل اعماله هما دول الاثنين فقط اللي هيقرروا وهيشوفوا رمضان صبحي هيعمل ايه في الفترة الجاية وزي ما احنا قلنا وعدنا انني يعود للمشاركة الاساسية مع اوستنال بالترمير ليج بعد غياب 244 يوم شارك في فوز ارسنال 3 واحد اليوم على فريب عينلي وأوبم يانج يسجل هدفين وتخطى محمد صلاح في ترتيب الهدفين ب12 هدف محمد صلاح 11 هدف لكن الدوري طويل يا أوبم يانج وخلي بالك انت مش بتحارب صلاح او بتنافس صلاح على اللقب انت بتحارب مصر كلها الدولة كلها ضدك فالموضوع ده وهو يا محمد صلاح مش هتاخد اللقب تماما ممكن اي حد تاني ياخده بس انت خليك فاكر ان المصريين منصف الله ما شاء الله يعني يسرون بتاعه وأخيرا أحمد حجازي بيشارك في انتصار ويس برامتش على روثرهام بربعية بالنسبة طبعا لأحمد حجازي زي ما احنا عارفين هو مقرر ان هو يكون موجود في الدورية الانجليزي هذا الموسم وما اعتقدش ان هو هيكون اوي هيفكر في العودة الى مصر الى مصر الفترة الحالية طبعا ويس برامتش 42 نقطة في المركز التالت أحمد حجازي عنده هدف مع فريق ويس برامتش ان هو يعود بيهم تاني الى الدوري الممتاز الانجليزي بالنسبة لحجازي المعلومات اللي عندي ان حجازي دي السنة الأخيرة اللي لو فريق ويس برامتش ما نجحش ان هو يصعد الى الدوري الممتاز مش هيكمل معهم سواء ان هو يكون موجود في الدوري الانجليزي الممتاز مع احد الاندية او ان هو يكون موجود سواء في مصر او سواء في دوري اخر لكن في الدوري الممتاز اكيد طبعا ما فيه شكل نعمة حجازي واحد من العقليات المحترمة واحد عنده فكر واحد عنده مستقبل بيحاول ان هو يخطط له بشكل جيد لكن كمان هو واحد من افضل المساكين اللي موجودين حاليا في مصر وهو كمان واحد من افضل اللعيب اللي موجودين في نادي والسبرامتش هنكمل معاكم في بعض النتائج والاخبار طبعا زي ما حضرتكم عارفين ان فيه يعني دوريات بتتلعب دلوقتي نبدأ معاكم او هبدأ معاكم ببروسيا دورتموند امبارح طبعا في الدوري الالماني فاز على مونتشن جلاتباخ اتنين واحد ثلاث نقاط مهمين جدا بعد الهزة الاخيرة اللي حصلت لنادي دورتموند وخصارة في بطولة الدوري واكيد الرابط المسافات ما بينه ما بين نادي براني ميوريخ هنشوف بقى هل نادي بروسيا دورتموند فعلا هو النادي صاحب النفس الاقصر ولا بوعين ميونيخ هو صاحب النفس الطويل ولا هيقدر فعلا ان هم يعادلوا المعادلة دي بنهاية الموسم ولا الاتنين هيكذبونا ودورتموند هيقدر ان هو يحقق لقب الدوري الغايب عنه منذ 6 سنوات تقريبا ناردة او حاليا متقام مباراة قمة الدوري الايطالي مباراة تيفينتس وروما المباراة عدة منها 10 دقايق مباراة اكيد قوي جدا على ملعب يفينتس في تورينو لكن هنتبع معكم لحظة بلحظة حتى الختام علشان نقول لحضراتكم اخر الاخبار الدوري الايطالي اللقاءات اللي اتلعبت اهم اللقاءات لاتسوي بيفوز على كالياري 3-1 اسي ميلانكا العادة بيخسر على ملعبه 1-0 من فيورنتينا نابلي بيفوز على سبال 1-0 والانتر بيتعادل خارج ملعبه مع كييفو 1-1 الدوري الاسباني والدوري الاسباني يعني منتكلم في بوشتون ومنتكلم في الريال واتلتكم الريال مباراة مؤجلة هذا الاسبوع على ان يعود من كأس العالم الأندية ومدينة الامارات علشان يستقنف لقاءاته عادي جدا الفترة القادمة لكن أتلاتكم مدريد بيفوز على اسبانيول 1-0 في دقيقة 56 من الشوط الثاني انتوان جريزمان بيحرز هدف الفوز عن طريق ركلة جزاء أما برشلونة وسيل دافيجو 2-0 لبرشلونة وهدفين أو الهدف عن طريق عثمان دنبلي الولد الشقي جدا الولد اللي دايما بيعمل مشاكل الولد اللي بأخرى على التمرينات الولد اللي احنا مش عارفين هل هو ملتزم مع برشلونة اللي هو فعلا بيكون عنده بعض الظروف اللي بتمنعه من أنه يكون موجود في بعض التدريبات بسبب المسافة الطويلة لكن يعني عثمان دنبلي لغز كبير جدا مع برشلونة ومع إدارة برشلونة نسمع أخبار أنه تخلف عن التدريب بسبب تأخره بسبب بقى الإشارات المرورية وبسبب الزحمة وفي نفس الوقت بيشارك معناه لبرشلونة كأساسي وبيسجل أهداف وبيسجل أهداف مؤثرة وبيكون حاسمة لبرشلونة الهدف الثاني ميسي بيسجله في الديئة 45 من عمر الشوط الأول قبل نهاية الشوط الثاني وبالتالي برشلونة بيكتفي بـ 2-0 علشان تنتهي المباراة بثنائية لفري برشلونة ترتيب الدور الأسباني سريعا كده نقول لحضراتكم بعد انتهاء الجوالات الحالية برشلونة 37 نقطة في المركز الأول أتلتكم مدريد في المركز الثاني 34 نقطة أشبلية لسه عنده مباراة هلعبها بكرة 16 مباراة بـ 31 نقطة أما الريال هو أيضا بـ 16 مباراة لسه عنده مباراة مؤجلة بـ 29 نقطة دوري الإنجليزي هنقول لحضراتكم تاني نتائج عشان نقول لحضراتكم الجدول 3-1 أرسلن على بيرنلي وابونموث بيفوز 2-0 على برايتن تشيلسي بيخسر 1-0 من لسه سيتي وهاضرس فيلد رمضان صبح بيخسر 3-1 من ساوث أمتن ومنشستر سيتي 2-3 لصالح كريستل بالس ومنشستر يوناتد بيفوز على كاردف 5-1 طيب